موسيقى نقاط التفتيش في البحرين هي حقيقة لتعطيل مصالح المواطنين والتي أيضا تتسبب في ازدحام مروري شديد وهي بالدرجة الأولى لإهانة المواطنين أبناء الطايفة الشيعية وقد تم رصد الكثير من الحالات المواطنين الشيعي تعرضون للإهانات وبعضهم للضرب وبعضهم مصادرة الممتلكات وأيضا بعضهم تعرضوا إلى محاكمات كفضيلة المبارك التي تم إيقافها في نقطة التفتيش وتم تهمها بأنها تستمع إلى سيدي مؤيد للثورة البحرينية وتم زجها في السجن هذا فضيلة المبارك هي نموذج لما يتعرض له المواطن البحريني وبالتحريد من أبناء الطايفة الشيعية إلى الإهانات صديقة البصري أيضا تعرضت إلى الإهانة في نقطة التفتيش وتم زجها في السجن والآن أيضا الحادثة الثالثة نادية علي هي أيضا أحدى هذه المسلسنات التي يتم استهداف أبناء الطايفة الشيعية في نقاط التفتيش تحديدا نحن كنشطاء حقوق الإنسان نطالب بالإفراج الفوري عن المعتقل الحامل نادية علي خصوصا أنها في الشهر التاسع وكلها أسابيع وسوف تلد وبالتالي بسبب هذا الوضع الإنساني الاستثنائي نطالب بالإفراج عنها خصوصا أنها لم تقم بجرم كبير هناك حالات تم رصدها في الفترة الأخيرة المتهمين في قتل الشهيد حسين الجزيري وهم متهمين بقتل عمد من مسافة قريبة برصاص الشوزن والآن مفرج عنهم وفي يدهم السلاح ولا نعلم في أي قرية يتواجدون فبالتالي ما هو الخطر التي تشكله هذه السيدة الحامل التي سيفرج عنها وستكون متنقلة بين المنزل وبين قسم الطوارئ في مستشفى سلمانيا لا يوجد أي خطر تمثل هذه المواطنة البحرينية بل هناك خطر حقيقي على هذا الذي أفرج عنه وفي يده السلاح فقد قتل مواطن باعتراف الدولة باعتراف النيابة العامة أنه قتل مواطن في منطقة الدينة والآن يتجول بالسلاح هذا خطر هذا الشرط الذي يتجول ومفرج عنه خطر على الأمن القومي خطر على المواطنين لأنه يستخدم القوة والقتل ولم يتم حاسبته